هعمل معيك ونزيت الحنة. انا جبت هنا عندي ده معلقة حنة. ده حنة من العطار. الحنة البلدي. يعني حنة ما فيهاش اي اضافات ولا اي مواد كيميائية. اه وده معي. اه ده ارنفل. ارنفل مطحون. ممكن احط الارنفل المصمر. كم واحدة كده حبه من غير مطحنه. بس انا حبيت ان ويبقى مطحون اسهل. وده ورق لوري. انا اقطعته كده كسورة صغيرة. وده المطحون بتاعه. انا هضيفهم هنا في بولا كده. وهضيف عليهم نص كوباية زيت. ده زيت ممكن يكون. زيت اللي قدامي ده زيت الدواري الشمس. اه ممكن اجيب زيت درق. ممكن اجيب زيت زيت زيتون. ممكن اجيب زيت جزت الهند. وطبعا زيت الزيتون. وزيت جزت الهند. آآ فوائدهم عالية جدا للشعر. بس ده المتوفر معي. فانا هعمل كده. وهقلب بالمعلقة. كده انا محتاجة احط زيت تاني. هحط دلوقتي زيت تاني هضيف شوية. اضيف ربع كوباية تانية كده. اهم حاجة طبعا الكوباية بتاعتي اللي فيها الزيت تكون جافة. ما فيهاش اي نقطة مية. والطبق ده ما فهوش مية ولا المعلقة. بعد ما هابدأ اقلب كده. هعمل ايه بقى? هروح اعمل حمام مائي. او حمام مريم. على البتجاز. آآ ليه بقى يعني مش هيمنفعش ان انا اسخن الزيت على المباشر على الحرارة. ليه? عشان ممكن يحصل له عملية هدرجة. وانا مش عايزة يبقى مهدرجة. فانا دلوقتي هسخنه تسخين غير مباشر. بحيس ان هو يدفع. واتعلوا معي نشوف. انا كده جيت صغيرة وحطيت بولة فيها مية. هستنى لما تسخن. وحط فيها البولة بتاعة الزيت. كده المية بدأ اتغلي. احط بقى البولة كده بالراحة. ما خليش بقى المية تيجي على الزيت. واقلب. احرب كده. انا بقلب علشان امنع اي تكتلات. الفوائد بتاعة الحنة وبتاعة القرنفل وكمان الورق اللوري. كده بقى هطفي عليها خالص. وهرفعه وهنشوف هنعمل ايه. طلعتوا من الحمام المائي وشوفوا جماله وشوفوا شكله. شوفوا شكل الزيت. كده كل المكونات بتنتزك اهايه. امتزجت. وديتني اللون الغامق الجميل بتاع الزيت الحنة. هبدأ دلوقتي ان انا اصفيه. اصفيه ازاي هوريكو. اه دلوقتي حالا. آآ كده الزيت آآ برد واقدر ان انا استخدمه. آآ هعمل ايه? جبت برطمان نضيف طبعا ما فيه شمية. نضفته وعقمته. وجبت فردة شراب. اهي. طبعا فردة شراب نضيفة. باستخدم فيها باستخدمها للزيود او لتصفير اي حاجة دايما يعني زي كده. وبلبسها كده في البرطمان بالشكل ده كده. كده. لابست الشراب بالشكل ده. وجبت المصفر. وهبدأ اصفر في الزيت بالطريقة دي كده. ما قلقك. ما قلقك شرابajاتهم القليل스러 third to aggressive. لابست الشراب حاجة دي كده يمكنني ر편يسي تلك أيضا إصاب بالنسبة ضفت العصور كويس قوي كده لحد ما خلص كل ايه الزيت اللي فيه. وهنا الرواسب هي اللي اتكونت في الشراب اهي. شوفوا الزيت على ايدي لونه ايه. انا جبت معلقة تانية اهي. عشان اوريكم الزيت وجماله. الله زيت الحنة الناكل رائع. عملته في البيت. ده بس زيت حنة ده مع اورنفل ومعه آآ ورق لوري. كده فايدة قوية جدا للشعر. آآ هيكسف لي الشعر. ده زيت حنة ناكل ورائع. ومش بس زيت حنة لأ ده كمان مع الاورنفل ومعه ورق اللوري. بيبقى مفيد جدا للشعر. بيطوله وبينعمه بيكسفه. وبيغطي طبعا الشيب. لو انت عايزة تتخلصي من الشيب. ازاي بقى هتستخدميه. اول حاجة لو انت شعرك اشقر او فيه الوان ملون اه ما تستخدميش الزيت ده لانه هيغير لك اللون وهتديق وتسعليه. اما لو انت شعرك اسود او جني او كستنائي غامق يعني وعايزة تكسفيه لو هو ضعيف او هو هايش او هو مش بيطول او فيه عندك اشرف الفروة الراس او فيه حكة ممكن تستخدمي الزيت ده هيبقى روعة هتدهني ازاي تدهني بصوافعك كده هون حاجة بسيطة كده على ايدك بالشكل ده كده شوفوا جماله اللونه. هتدهني كده وتدهني على البشق على الفروة الشعر بتاعتك دهنة خفيفة جدا وتمليز كده على شعرك. ده تلات مرات في الاسبوع قبل الشعور بتاعك. اما لو انتي عايزة تلوني الشيء بتاعك او عايزة تاخده حم تستفيدي لفوائل زيت الحنة وزيت القرنفر اللي مع بعض دول. آآ بتغسلي شعري كويس قوي مرة في الاسبوع. بتنشفيه كويس. ما يكونش فيه مية ولا اي رطوبة. وتدلكي فروت راسك بالزيت الجميل ده. وبعدين تدهني خصلات شعر كلها بطوله. وبعدين ترفعيه وتعمليه كحكة وتحطي عليه بوني حراري او آآ بروكاب حراري مدة ساعة ساعتين او اربع ساعات بكتير ولو انت طبعا في اليوم ده ما عنديكيش اي مشاوير. تخسليه بعديها بصابونة الغار مثلا او بصابونة الزيت الزيتون آآ وبعدها بالسف بلسم وبعدها بتغفيف شعرك والصففي عادي. كده بتبقى انت استفادتي بالزيت الجميل ده. وآآ كسفت شعرك وبقى كسيف وناعم ورائع. وكمان رطب يعني فيه ترتيب لان انا حطين فيه زيت القرنفل. آآ مش بس الحنة الوحدة. لكده الفيديو بتاعي انتهى. اتمنى انه يعجبكم وشاهرون ما حبايبكم واصحابكم وحبايب اللي ما اشتركوش اتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله ومع الف سلام. قبل ما ما سيبكم بوريكم هنا بقيت اللي ما طلعته في الشراب اهو. انا كل الحاجات طلعتها هنا اهي. ودي الحنة النقي. نع الف سلام.